اشتركوا في القناة الله الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس المصري وصادقة تمنيات لفخامته بدوام الصحة والسعادة ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنماء وقد رحب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بزيارة سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي منوها بهمية تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الذين يرتبطان بعلاقات راسخة كما أشهد فخامته بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين هذا وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي هي محل فخر واعتزاز للبلدين الشقيقين كما تم بحث مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مشيدا سموه بالجهود التي تبدلها جمهورية مصر العربية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة شكرا